لا زال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يواصل تحركاته على مستوى الأطراف المحلية وعلى مستوى الشركاء الدوليين لمحاولة حل حالة الملف الليبي المستعص على الحل منذ سنوات عدة ومع أن لقاءات سلامة مع أطراف الأزمة الليبية لم يصدر عنها أي نتائج مطمئنة إلا أن ضغوطا من بعض الأطراف الدولية يسعى المبعوث الأممي للحصول عليها قد تدفع نحو موقع أكثر قربا من التوصل إلى حل لمختنقات الوضع الليبي سلسلة لقاءات أجرها المبعوث الأممي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن السبت بحث خلالها إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين أوجه الأزمة في ليبيا حيث ناقش السلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف سير العملية السياسية في ليبيا فيما أكد لفروف وقوف روسيا مع خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا وحول مستجدات الأوضاع الأمنية وما تقتضيه من استقطاب الدعم لخطة الأمم المتحدة بحث سلام الأوضاع الأمنية في ليبيا خلال اجتماعه بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكم توماس ويلتر والقايم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا السفيرة ستيفاني وليامس كما تناول غسان سلام وضع الجانب الإنساني خلال مرحلة عدم الاستقرار التي تمر بها ليبيا أثناء لقائه بالرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية ورئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي ثورني شميت ويأتي اهتمام المبعوث الأممي باستطلاع الموقف الروسي من الأزمة الليبية متزامنا مع كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بالتسوية الليبية والتبعة لوزارة الشؤون الخارجية ومجلس الدوم لروسيا الاتحادية ليف دينغوف أن أطرافا في الشرق الليبي قدمت عرضا لمنح روسيا موطئ قدم لإنشاء قاعدة عسكرية على التراب الليبي في وقت تسعى فيه أطراف الصراع في ليبيا إلى محاولة الثبات في مستنقع الوحل الذي صنعه التنافس المستمر للاستحواذ على السلطة